عقب الاستقبال أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس المزراء أعقب ذلك جلسة مباحثة موسعة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووفدي البلدين حيث شدد الرئيس السيسي على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وسعودية لسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة أكد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي أشار إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والرابط التاريخية بين البلدين من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية خاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئيسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار من جانبه نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين مؤكدا الأهمية التي تليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية وفي ذلك السياق تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراق الاقتصادية المصرية السعودية لسيما في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين وتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية على رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام هذا وقد شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين